موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد لم يغرد عماد الرابي خارج سرب الحكومة أمسك الجنرال ميشيل عون العصى من منتصفها فالحلول أربعة وموجودة للخروج من أزمة الحكم وإذا لم تظهر النتائج فلكل حادث حديث ضخ الجنرال بعضا من فيتامينات البرتقالي في جسد السياسة في لبنان لعل وعسى يأذن الله في أمر كان مفعولا في دولة غيبها التمديد سريريا ولعل شحنة الكهرباء التي ضربها الجنرال في الجسد المتهاوي أمامه تمثلت في إقرار قانون انتخاب يؤتي ثماره نوابا غير ممددين ويصل إلى انتخابات رئاسية بأصوات غير مطعون في تواقعها فليطرح قانون الانتخاب على المجلس وليكون التصويت على كل فقرة ومادة وعندئذ يكرم النائب أو يهان في الرابي جنرال يؤمن بالكي لكي لا يكون الضرب بالميت حرام وفي مكان آخر جنرال يؤمن بالضرب بأشريطة مجتزأة على ميشيل سميحة يقضي أمرا كان مرسوما له منذ زمن يوم أوقف سميحة دخل الانشقاقي الكبير الفرنسي الهوية الازدواجي الهوى سجن المعلومات عبر ميلاد كفوري ليقول جملة هي التي سربت الرئيس السوري وعلي مملوك يشرفان على التفجيرات في لبنان لم يعد من فائدة لميشيل سميحة في السجن فهو أدى المهمة الأولى بنجاح والمرحلة المقبلة مرحلة محكمة دولية وشهود والمنشق عن السوري لمصلحة الفرنسي لابد سيلجأ بعد خروجه برعاية باريس إلى أمه الحنون ومن هناك المسافة أقرب إلى لهاي لإدانة النظام السوري من رأسه بالتفجيرات في لبنان ومنها تفجير الرئيس الحريري وهنا بيت القصيد سيخرج لأنه أداة مهمة لما سيأتي على مقلب كام ديفيد أمر عمليات بيضاوي الشكل الخليجي الأضلاع الرئيس الأمريكي صدر الأوامر بأن الاتفاق مع إيران سيكون آخر الشهر المقبل وأمام الحاضرين في اجتماعه خمس نقاط أولاها تطبيع العلاقات مع إيران والقبول بالنووي والتوجه نحو الحل السياسي في اليمن وعدم القيام بأي عمل عسكري من دون تنسيق أو موافقة واشنطن وليس آخرها ممارسة اللذة الأمريكية في بيع الخليج أسلحة وطائرات يبطل مفعولها بكبسة زر أمريكية والأواكس نموذجا من اليوم وصاعدا سيبدأ العد العكسي يوم يطأ الحاضرون في كام ديفيد أرض بلادهم ستبدأ طلائع نووي بالبروز إلى جانب اتفاق خليجي إيراني إذن لا تزال حلقات مسلسل ميشيل سميحة وميلاد كفوري تتوالى مشاهد جديدة نشرت في الأعلام تظهر اتفاقا بين سميحة والمخبر ميلاد كفوري على نقل المتفجرات قلنا تلاحك الإدوية وين صارت ايه ايه اه اوكي يعني لحضر حالي على التنفيذ اعتبارا من اليوم لأ اهم شي بدي أمن السيارة بدي قللوني أمن السيارة والموتسيكل نشوف أول واحدة وين بنا نعملها تكون أنسب وهي تكون شوي فيها زبدي يعني فيها ضربة كبيرة نروح فيها ناس كتير راح أحكي مع جميعتي بها الطريقة هاي دي هو على ضوقة مثل ما على قريب فان شو فان شو فان شو فان شوي شوي شو منعوز مناخد اه اوكي نزل نزل بعد متحضره بتاعتك ما بيعرفوش عند الرئيس مباشرة اه من هيكي لأنه حضروا طريلة شو بنا فيها احنا ومنوا الخدة شو بتقليك عم بقلولي كزا بتلوطي يعني انا مأتكوا فسطون انا اجيبه ودبر الطريقة على الطريق ما حدا ما يحس ولا شيء بمطرح لكن نعم لبسوني اعمل من سيارتي على سيارتي واحدة اخذ العين عنك جايبونا بسيارتك شو كان بدك به الشغل طوال عمرك ايه يا أخي اولا بني امن عصرين لأنه ما بني تأخر بس المشيخ سنة اذا طلعوا ضربنا بننشيله خصوصا الزعران وخصوصا الزعران ويعني ألا عبد العال وخالد الظاهر وجماعته طيب انا رح انزل قبلك ايه بدي بنزل انا بنزل لتحت لأفتح لك طيب وانا بدي معصير ماذا يقول القانون في التسجيلات التي برزت في قضية اسميحة تفاصيل في هذا التقرير لزميلة ألين حلاق ما انصدر الحكم على ميشيل اسميحة حتى برزت إلى الواجهة تسجيلات تعد بمثابة اعتراف منه أمام المخبر ميلاد كفوري بنقل الذخيرة وتحديد الأهداف من مساجد وشخصيات وغيرها ولا فرق ان كان هناك مدنيون فماذا يقول القانون في هذه التسجيلات التي صدرت بعد صدور الحكم بصراحة علينا على أنفسنا أن لا نتدخل في أي انتقاد لأي قرار يصدر عن قضاء اللبناني انطلاقا من حرصنا على استقلاليته ووجوب إبعاده عن تجاذبات سياسية إلا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية تطرح إشكالية أساسية تتعلق بالمسوات بين اللبنانيين أمام القانون والقضاء خاصة بين المحاكم الاستثنائية والعادية والسؤال بديه المطروح والذي نطرحه في كل مناسبة هل يعقل أن يحاكم المجرم بغياب أهل الضحية حيث تصدر الأحكام بطريقة تسير الالتباس ويهتز معها العدل والمساواة وهما أساس الملك ومتى اهتزت هذه القاعدة فبئس العدالة والسلام على القانون والقضاء كوفقا لقانون العقوبات وفي حال ثبتة وفي حال ثبتة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء وخصوصا في المادة 308 كل من يستهدف إما إصارة الحرب الأهلية أو الاقتتال أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر إما بالحد على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضي بالعدام إذا تم الاعتداء أما بخصوص المادة 335 عقوبات فتنص إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق حقي خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النايل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة الموقّة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت الغاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات العامة أما المادة 315 عقوبات فتنص بشكل مختصر كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل مما يعني وفقا لمعطيات الملف الذي هو بين أيدي المحكمة العسكرية لا نستطيع أن نعتمد أي من هذه المواد إلا عند الاطلاع الكامل بهذا الخصوص ويجب أن يكون هذا الملف بين أيدينا لنستطيع إعطاء القرار النهائي في هذا الموضوع إذن الحكم على أقل تعديل خمس سنوات وهو حكم تخفيفي وما ينطبق على سميحة وبالقانون على أقل تعديل الأشغال الشاقة المؤبدة ألين حلاق قناة الجديد ثلاثة عطيصامات في طرابلس تنادد بالحكم على ميشيل سميحة أربع سنوات ونصف من السلام والتقوى كان الرد الطرابلسي على قرار الحكم على الوزير السابق ميشيل سميحة رمزية المسجدين تعادتهما لتصل إلى حدود التهديد بأن ثوار سوريا قادمون إلينا إن لم ينصف القضاء اللبناني شباب أهل السنة الشيخ سالم الرافعي الذي خطب بالمصليين في مسجد التقوى دعا إلى رفض قرار المحكمة العسكرية الذين فجروا أو شاركوا في تبجير المسجدين وهم لا يزالون في جبل محسن وأعطوني بعض التسجيلات الصوتية التي تدينهم فأرسلتها للأجهزة الأمنية وواحدوني خيرا وحتى الآن لا يجرؤون أن يغفروني بشيء إذا لم تنصفوا أهل السنة في لبنان اليوم فإن ثوار سوريا سوف ينصفون ذلك عند مسجد السلام الصورة مشابهة نفذ المصلون اعتصاما احتجاجا على الحكم الصادر في حق الوزير السابق سمحه وبمشاركة النائب معين المرعب ينبغي هذه القضية ألا تموت دعوا القضاء يتكلم بكلمته بئس القضاء الذي يتكلم بهذه الكلمات بئس هذا القضاء أما في ساعة نير في البقاء فقد قطعت الطريق الدولية احتجاجا أيضا على الحكم وللمطالبة بالإفراج عن ربيع هاشم الحمصي أحد أبناء البلدة الذي يحكم أمام المحكمة العسكرية وزير العدل اللواء أشرف ريفي أكد أن الحكم الذي صدر على اسميحة لا يوازي الجريمة وقال ليس هكذا يحمى لبنان والعيش المشترك نعم أني أحترم أغلب قضاء المحكمة العسكرية وبالأمس سميت عدد كبير منهم هناك قضاء أنظف وأنزه ما يكون يعانون كما أعاني أنا كوزير للعدل المنظومة أكلت المواصفات الإنسانية أكلت الملائمة المهنية وأكلت التعليم أو التوجه الإنساني الوطني لدى أغلب القضاء هناك أبواك سمعناها بالأمس واليوم تحاول أن تهول على اللواء أشرف ريفي فاتهم أنني قضيت ثماني سنوات في مواجهة يومية مع الدولة ودفعنا التمن غالي يدا وأنا مستمر في هذه المواجهة يروحوا يبلطوا بغير يبلطوا البحر ويخيطوا بغير هالمسل للحياة طالبني بالاستقالة والآخر طالبني أو عم يهول أنه أنا بشيل دعوة علي نهائيا أنا بتصور أنا مستمر بقضيتي هو مسار استراتيجي نعم نحن في اللحظات الأخيرة بعد أسبوعين أو ثلاثة ينتهي مشروع القانون اللي أنا سقق اللي راح أرفعه لمجلس الوزراء لينص على تعديل قانون المحكمة العسكرية وخلق بنظومة جديدة يعني محاكم متخصصة بدير المحاكم الخاصة كل من نعرف تماما المحاكم العرفية في العالم سقطت المحاكم الخاصة سقطت المحكمة العسكرية أنشئت بقانون ولا تلغى إلا بقانون والأحكام الأخرى التي أصدرتها على غير ميشيل سميحة تحقيق رشال كرم غابت المحكمة العسكرية عن الحديث الإعلامي المكثف سنوات طويلة وقد يكون ذلك منذ تسعة وستين عاما تاريخ تأسيسها حتى وصل الحديث إلى إلغائها بعد قرار رئيسها العميد خليل إبراهيم في قضية ميشيل سميحة الذي وبحسب القانون يعينه وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش وبهذا الخصوص يمارس وزير الدفاع تجاه المحاكم العسكرية السلطات الممنوحة أو الحقوق الممنوحة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية تنظر المحكمة العسكرية كما المجلس العدلي في كل الجرائم التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي وهي معروفة بسرعة بت قضيها وجلساتها بعكس المحاكم الأخرى المجلس العدلي ما في محكمة ما في درجة تاني من التقادي بينما أمام المحكمة العسكرية في محكمة التمييز العسكرية التي يمكن الطعن بأحكام المحكمة العسكرية دائم أمامها ومن هنا تراعي المبادئ القانونية الأساس ومبادئ حقوق الإنسان ومن أهمها ومطالعتها مبدأ حق التقادي على درجتها لا بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الدائم وهو قرار نهائي صادر عن محكمة مختصة مشكلة حسب الأصول صار فيها صرنا أمام قوة قضية مقضية لا يمكن هلأ إحالة الملف أمام المجلس العدلي ولكن وزير عدد طارب هذا الموضوع عنده سلطة؟ لا السلطة هون بالإحالة أمام مجلس العدلي خلينا نوضح إحالة أي جريمة أمام مجلس العدلي يعود إلى مجلس الوزراء حتى هلأ بيقدر مجلس الوزراء الحيلة؟ كلا حاليا ما بقي يقدر مجلس الوزراء الحيلة في عنا قرار قضائي بيت ونهائي وكأن إرهابي ومجرمي محور الممانعة هي جرائم مغفورة وجرائم الآخرين تصبح جرائم إرهابية ويلقى عليها كافة التبعات والأحكام رأى البعض أن قرار الحكم بأربع سنوات ونصف على سميحة كان قليلا مقاررة بقرار الإعدام المعنوي بحقه غير أن هذه المحكمة نفسها تنظر بغالبية المتهمين بالإرهاب من نعيم عباس إلى جمان حميد مرورا بأحمد الأسير وفضل شاكر وعماد جمعة وعمر الأطرش وموقفي عبرة ونهر البارد فالمحكمة التي أصدرت على سميحة قرارها أصدرت على جمال دفتر دار بجرم الانتماء إلى كتائب عبدالله عزام والقاعدة وسرايا زياد الجراح بقصد القيام بأعمال إرهابية وتزوير هويات سورية لبنانية وفلسطينية وأوراق ثبوتية رسمية بالسجن سبع سنوات وهي المحكمة نفسها التي حكمت على محمد بسام حمود المتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات بالسجن خمس سنوات وهي المحكمة نفسها التي حكمت على عمر بكر فستو بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية مسلحة والتدريب على السلاح والمتفجرات بالسجن ثلاث سنوات وهي المحكمة نفسها التي حكمت حسام الصباغ ابن بيب التبيني المتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وخصوصا فتح الإسلام وبتأليف عصابة المسلحة ونقل أسلحة بالسجن سنتين وهي المحكمة نفسها التي حكمت على عين دال بجرم مخالفة التعليمات العسكرية وتأليف جمعية بقصد القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات ضد الجيش والقيام بهذه الأعمال ونقل سلاح حربي من دون ترخيص بالسجن ستة أشهر هي المحكمة نفسها وهو الرئيس نفسه رشال كرم قناة الشديد اعترافات أحد الموقفين من قبل الجبهة الشعبية القيادة العامة لدى استخبارات الجيش تكشف أسرارا عن قصف الضاحية بعد صاروخ مارم خايل وصواريخ بعبدة وبعد تفجيرات الضاحيات الجنوبية نجت الضاحية والجيش اللبناني من عملية إرهابية كان من شأنها أن تعيد مسلسل التفجيرات والاستهدافات من جديد قبل شهرين وقبل الدخول في الحيز العملاني للمهمة اكتشفت الجبهة الشعبية القيادة العامة تجنيد أحد عناصرها المدعوم محمد مصطفى محمد على يد عبد جهاد اللحام وأبو الفداء المحجوب عرض على محمد الذي يخدم في موقع الجبهة في النعمة 25 ألف دولار لتنفيذ مهمتين الأولى تمثلت في اغتيال المسؤول العسكري في الجبهة العميد أبو راتب من خلال زرع عبوة الناسفة في سيارته وهو خارج من مقر القيادة العامة المركزي في منطقة برج لبراجني واغتيال مسؤول الأنفاق في موقع النعمة المعروف بأبو علي حسن الغاية من الاغتيالين خلق حال من الإرباكي في صفوف القيادة العامة وهي حال إرباكي تسهل المهمة الثانية وهي الأخطر أوقفت الجبهة الشعبية محمد وسلمته إلى الأمن العام اللبناني ثم سلم إلى استخبارات الجيش وفي محضر التحقيق الذي حصلت الجديد على نسخة منه تبين أن مشغلي محمد أراد من الاغتيالين تسهيل دخول مجموعة مسلحة إلى قاعدة النعمة لإطلاق صواريخ من نوع جراد على مواقع الجيش اللبناني المجاورة واستهداف الضاحية الجنوبية بصواريخ القيادة العامة استهداف المراد منه خلق مسار من الأحداث الدامية السريعة تؤدي إلى خلق رد فعل لسكان الضاحية ضد الفلسطينيين وذلك تحت تأثير الاعتقاد الأولي بأن عناصر القيادة العامة في النعمة هي التي تقصف وفي محضر التحقيق يشير محمد إلى أنه يوم سقوط الطائرة الأثيوبية شاهد الطائرة من مركز خدمته في موقع النعمة وهي تنفجر على أنه نفى إطلاق أي صاروخ من مركز القيادة العامة الجديد حاولت التواصل مع العميد أبو راتب إلا أن العميد كان خارج التغطية فيما أكد مصدر من في الجبهة الشعبية صحة خبر توقيف محمد والمخطط الذي كان منويا تنفيذه قال الرئيس الأمريكي بارك أوباما في مقابلة مع قناة العربية أن إن قمة كامدين كانت نجحة للغاية وأن بيان القمة الختامية عكس أهمية القضايا التي تم بحثها وأكد أوباما أن واشنطن تتمتع بعلاقات ممتازة مع دول مجلس التعاون وقال إننا ملتزمون أن لا تحصل إيران على أسلحة نووية موضحا أن الاتفاق مع إيران سيشمل آليات للتحقق من التزامها حيث سيكون عليها أن تكتسب ثقتنا وثقة المجتمع الدولي وأضاف أوضحت لقادة الخليج أن حل الملف النووي لا يعني حل كل أزمات إيران شددا على أهمية تقوية العلاقات المشتركة بين دول الخليج ومجددا التزام واشنطن بدعم حلفائها من خلال وجود عسكري قوي في منطقة الخليج أما بشأن الوضع في سوريا فاعتبر أوباما أن الموقف معقد للغاية ولا يوجد حل قريب وقدم الرئيس الأمريكي رؤيته للوضع في سوريا قائلا هناك متطرفون معارضون للأسد متورطون في انتهاكات أهلا بكم من جديد عون يعلن أربعة حلول للخروج من أزمة الحكم ويقول لا أهدد ولا أعلن مواقف لكن وطننا في خطر ويسأل هل نحن بحاجة إلى مثل هذه الحكومة؟ أقل من موقف وأكثر من تهديد خريطة حلول رسمها النائب العماد مشالعون للخروج من المخاطر الداخلية التي تهدد لبنان بأقل خسارة ممكنة دخلنا مرحلة العد العكسي بل نحن في داخلها الآن في ثلاث حلول تسوية وحل الرابع هو الحل الدستوري أولا اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين الأولى مسيحية والثانية وطنية والناجع في هذه الانتخابات تثبت رئاسته في مجلس النواب ثانيا القيام باستفتاء شعبي ومن ينى الأكثرية ينتخبه المجلس ثالثا يختار المجلس النائب بين الأول والثاني من الموارد الأكثر تمثيلا فيه رابعا إجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية وعلى أساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقا للدستور ووثيقة الوفاق الوطني وليتذكر الذين أولوني ثقتهم ووعدي لهم بأنني لن أدعهم يبكون بعد اليوم بإعادة مأساة الدوحة في العام 2008 وإذا كان البعض لم يقن بعد فأتمنى عليه ألا يجبرني على تكرار يستطيع العالم أن يسحقني ولكنه لن يأخذها توقيعي حكوميا الجنرال حافظ على شعرة معاوية وإن كان تساءل ما الداعي لوجود حكومة تخلفت عن أداء واجباتها هل نحن بحاجة إلى مثل هذه الحكومة أنا عم بعمل إعادة نظر بإداءة الحكومة بالأول يبقى بتجلس هالشيء اللي وبتنفذ هالشيء اللي نائس يبقى إلينا موقف هل لأتني مش أعلن مواف هل لأتني عرض حلول عون رفض التعليق على حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشيل سماحة منتقدا منتقديه على تعطيل انتخاب رئيس فقال كيف يريدون لمجلس فقد شرعيته بالتمديد لنفسه أن ينتخب رئيسا لا يمثل الشعب أكد الوزير السابق فيصل كرامي أن طرابلوس مدينة تعايش وسلام وانفتاح متمنيا أن يبقى اسمها خارج الطوائف هل يزعج أحدا في هذا الكون أن أقول أن مثل هذه المدينة هي حقا قلعة ولكن هي قلعة المسلمين والمسيحيين وحبذ لو يبقى اسمها خارج الطوائف باعتبارها قلعة العروبة والوطنية كما كانت وكما سترجع الموت يغيب عميدة داخلية في الحزب السوري القومي الاجتماعي صبح ياغي من جراء ذبحة قلبية ظن كل من سمع الخبر صبيحة هذا اليوم أن في الأمر خطأ ما أو شائعة مغرضة لكن الخبر تحول إلى حقيقة بفعل تأكيد الحزب السوري القومي الاجتماعي صبح ياغي فرق الحياة جراء ذبحة قلبية وللمفارقة رحل ياغي في يوم نكبة فلسطين القضية التي حمل لواءها منذ انتمائه إلى العقيدة القومية الاجتماعية عام واحد وثمانين يا أهلنا في كل فلسطين تحية لكم من بيروت المقاومة بيروت الشهيد البطل خالد علوان تحية لكم من حزب المقاومة حزب سناء ووجد ومالك الحزب القومي نعى عميد داخليته عن عمر لم يتجاوز التسعة وأربعين عاما وبحسب بيان الناعي تولى ياغي مسؤوليات عدة في الحزب كانت الأبرز مسؤولية عمدة التربية والشباب منذ عام ثمانية وتسعين حتى عام الفين وثمانية نال رتبة الأمانة عام الفين وخمسة ابن بعلبك تنقل بين المناطق في لبنان والسوريا حاملا فكرة أنطون سعادي ومحاضرا فيه الجيل الجديد من القوميين يعرفه جيدا لأنه هو من كان يشرف على تخرجهم كل صيف من مخيمات الحزب للطلبة والأشبال أما الجمهور اللبناني فعرفه مدافعا عن أفكار حزبه من خلال الحوارات التلفزيونية لسيما منذ عام الفين وخمسة وما شهده لبنان من تطورات ساخنة ليتحول أحد أبرز وجوه الحزب القومي يشيع القوميون وأهالي بعلبك ياغي في مسقط رأسه نهار الأحد كسدورة دراجات هوائية في صور جال أكثر من خمسمائة شخص من أعمار مختلفة معظمهم طلاب وتلامذة في ثانويات ومدار الصور الرسمية والخاصة بدراجاتهم الهوائية في شوارع مدينة صور على مدى ساعات فيما تسمرت السيارات في المدينة في مكانها ريث ما تنتهي كسدورة الدراجات الهوائية التي انطلقت من باحة مؤسسات الإمام الصدر وشارك في الكسدورة إلى جانب الطلاب والتلامذة وبشكل رمزي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكشافة الرسالة والمهدي والجراح وذول حاجات الخاصة واليونيفل بمواكبة من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني في ظل غياب الرئيس اللبناني الرئيس الأمريكي باراك أوباما يشيد بجهود مخترع لبناني عاد المهندس والمخترع اللبناني زياد سنجر إلى العلام حيث حل كمؤسس الشركة الناشئة التي تعنى بالرعاية الصحية عبر الأجهزة المحمولة كارديو دياغنوستيكس ضيف شرف في البيت الأبيض وكواحد من خمسة متحدثين من مختلف أنحاء العالم شاركوا في برنامج شارك تانك مثل مارك كوبان ودايموند جون وبربرا كوركوران للحديث عن شركاتهم الناشئة وقد تم اختيار سانجاري الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له مع رواد آخرين من كولومبيا ونيجيريا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كممثلين عن مقدمي حلول لبعض التحديات الأصعب في العالم بما فيها الفقر والتغير المناخي والتطرف وكذلك التعليم والرعاية الصحية وأشهد الرئيس أوباما في خطابه بجهود سانجاري وكانت زياد قد شارك في أواخر عام 2011 في برنامج نجوم العلوم الذي بث عبر قناة MBC قدم خلاله مشروع نظام مراقبة عن بعد قادر على الرصد المبكر للفشل القلبي المحتمل الذي استلهمه بعيد وفاة والده إثر نوبة قلبية أهلا بكم من جديد في ذكرى النكبة الفلسطينيون يستعدون أرضهم بمسيرات حاشدة وجيش الاحتلال يدهو على الزناد 67 عاما مرت على النكبة الفلسطينية 67 عاما لم يستطع في خلالها الشعب الفلسطيني أن يلملم جراحه وما زال مفتاح العودة بمثابة الأمل المتجدد الذي يحيون من أجله حتى يأتي اليوم الذي يفتحون فيه مجددا أبواب منازلهم في قراءهم المهجورة والمدمرة وفي هذه الذكرى وكما في كل عام أحيى أصحاب الأرض يوم الخامس عشر من أيار ذكرى نكبة عام 48 حين هجرتهم العصابات الصيونية من ديارهم وأقامت على أراضيهم ما بات يعرف بإسرائيل فانطلقت المسيرات والفعليات في كل من الداخل الفلسطيني ودول الشتات وسط حال تأهب قصوى في صفوف الجيش العبري استعدادا لقمع هذه المسيرات التي انطلقت من القدس المحتلة وقرب المسجد الأقصى وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي قرية نعلي غربية رامالة في الضفة الغربية انطلقت مسيرة حاشدة دوت معها صفرات الأنذار في منتصف اليوم 67 ثانية وهي عدد سنوات بدء النكبة علما أن لجنة إحياء النكبة وفصائل فلسطينية كانت قد دعت إلى أوسع مشاركة بغية إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن الفلسطينيين متمسكون بحق العودة إلى ديارهم والتعويض عليهم عما حل بهم من أضرار مادية ومعنوية وإحياء للذكرى أقدم فلسطينيون من مخيم الدهيشة جنوبية الضفة الغربية المحتلة على زراعة سطوح منازلهم رغبة منهم في الحفاظ على علاقتهم مع الأرض في عام 48 انتهت الحرب باحتلال الصهاينة نحو 78% من أرض فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني عليها فانقسمت فلسطين إلى ثلاث مناطق هي الضفة الغربية وقطاع غزة بقيتا بيد العرب حتى عام 67 أما أراضي 48 فأصبحت بيد الصهاينة الذين أقاموا عليها ما عرف بدولة إسرائيل ومن 9% كان يقيم عليها اليهود من أرض فلسطين إلى 78% هذه هي نكسة حرب 48 انتعاج إسرائيلي كبير من اعتراف أعلى سلطة كنسية مسيحية في العالم بفلسطين دولة ومن الأبعاد السياسية لهذا الأعلان تقرير للزميلة دارين دعبوس أعلان الفاتيكان الاعتراف بفلسطين دولة وإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة معها بدلا من منظمة التحرير الفلسطينية وجه ضربة قاسية إلى إسرائيل التي تلازمها حال من الارتباك وخيبة الأمل بعدما رأى مراقبون أن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل دوليا خصوصا في ظل لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس في روما لتوقيع وثيقة رسمية بين الدولتين عشية أعلان الفاتيكان قداسة الراهبتين الفلسطينيتين ماري ألفونسين غطاس ومريم بواردي وبهذا القرار يتبنى الفاتيكان أعلى سلطة مسيحية في العالم قرارا اتخذته الجمعية العامة عام 2012 بالاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب الصحف العالمية لا سيما العبرية انهمكت في الحديث عن هذه الخطوة حيث أشار مراسل صحيفة لوموت في القدس المحتلة إلى الدلالة الكبيرة لهذه الخطوة التي من شأنها أن تضيف ثقلا سياسيا ودينيا إلى عملية الاعتراف بفلسطين دولة لكون هذا الأعلان صدر عن الكرسي الرسولي صحيفة هارتس العبرية من جهتها كشفت عن خيبة الأمل الإسرائيلية من قرار الفاتيكان الذي رأت أنه لن يساهم في دفع عملية السلام ولفتت إلى أن إسرائيل لا ترى ما جرى اعترافا وهي تفضل سماع إضاحات من خارجية الفاتيكان صحيفة The New York Times من جهتها رأت أن إعلان الفاتيكان من شأنه أن يدعم مساعي الفلسطينيين للحصول على الدعم الدولي للاعتراف بدولتهم خصوصا أن الفاتيكان ليس مجرد دولة وهو حتما سيدفع دولا عدة إلى حذوي حذوها وعلى الرغم من استخدام الفيتو الأمريكي مرات عدة لابد من الإشارة إلى أن عام 2014 شهد زخما داعما للاعتراف بفلسطين دولة بفضل اعترافات متلاحقة من قبل عدد من البرلمانات الأوروبية حيث أقر مجلس العموم البريطاني في الثالث عشر من أكتوبر 2014 ضمن سابقة تاريخية مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بدولة فلسطين على حدود السادس من حزيران عام 67 ثم اعترف البرلمان الإسباني رمزيا بالدولة الفلسطينية في الثامن عشر من تشرين الثاني من العام نفسه واتبع ذلك تصويت النواب الفرنسيين في البرلمان بأغلبية في الثاني من كانون الأول لمصلحة مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين دولة ثم صوت مجلس العموم الإرلندي في العاشر من كانون الأول من العام نفسه لمصلحة الاعتراف بفلسطين دولة وعاصمتها القدس كما صوت البرلمان البرتغالي بأغلبية كبيرة في الثاني عشر من ديسانبر كانون الأول عام 2014 لمصلحة مشروع قانون يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين تماثلاً مع اعتراف برلمان لوكسونبورغ في السابع عشر من الشهر نفسه بدولة فلسطين وحث الحكومة على اتخاذ خطوة مشابهة في المقابل اعترفت الحكومة السويدية رسمياً بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بفلسطين دولة وثامنة في الاتحاد الأوروبي علماً أن الدولة الأوروبية السبع الأخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وهي تشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا إضافة إلى قبرص دارين دعبوس قناة الجديد بعض اشتباكات عنيفة داعش يستولي على مبنى المحافظة في الرمادي استولى تنظيم داعش على مبنى المحافظة بمدينة الرمادي بعدما نفذ تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين وتمكن مقاتلو التنظيم من إخراج قوات الأمن العراقية بعد اشتباكات عنيفة محافظ الأنبار سهيب الراوي قال أن عدد الهجمات الانتحارية التي شنها مسلحو داعش بلغ أكثر من 13 هجوماً تلتها اشتباكات مع القوات الحكومية من دون أن تتضح نتائجها من ناحية أخرى قال مسؤول عراقي أن المهاجمين الانتحاريين استخدموا عدداً من السيارات المفخخة في تنفيذ هجماتهم على المواقع الأمنية في عدد من مناطق المدينة بما فيها منطقة البوعلوان في وسط المدينة التي يسيطر التنظيم المتشدد على عدد من أنحائها وكانت القوات العراقية قد تمكنت من استعادة السيطرة على بعض المناطق بمدينة الرمادي في أواخر نيسان الماضي بعدما استهدف الطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع تابعة لتنظيم داعش في المدينة أقنى رئيس الوزراء أو رئيس وزراء اليوكسنبور حفل زواجه على صديقه هكزافيه باتل الذي انتخيب عام 2011 ووعد بتمرير قانون زواج المثليين لينجح بالزواج مع صديقه المثلي في حفل خاص وقد أكد العروسان أنهما تغلبا على كل العقبات التي واجهها وبهذا يصبح باتل أول رئيس وزراء مثلي في الدولة والثاني في العالم بعد رئيس وزراء بلجيكا والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت السبت 16 أيار 2015 ونبدأ مع النهار العاصفة السياسية لعون مؤجلة إلى خمس حزيران المستقبل يخرج المحكمة العسكرية من الشارع داعش يتقدم في الرمادي والعبادي يحذر من الفتنة أوباما ملتزمون العمل مع دول الخليج إذا تعرضوا لهجوم ننتقل إلى السفير الجيش السوري وحزب الله يسيطران على مواقع جديدة انهيار استراتيجيات النصرة الهجومية في القلمون شتاينماير للسفير حل سياسي لسوريا نكبة نكباتنا أما في الأخبار الرفاعي أو الرافعي عفوا يستنصر ثوار سوريا استباقا لاستدعائه بعد ورود اسمه في ملف إرهابي عون بدأ العد العكسي للحكومة سباق الخيل الجولة الأخيرة ننتقل إلى عنوين الأنوار قضية سميحة تفاعل كتلة المستقبل تستنكر وتظاهرات في طرابلس والبقاع عون يهدد بخطوات مقبلة القادة الخليجيون وأوباما يعربون عن قلقهم للتأخير بانتخاب الرئيس اللبناني المعارضة السورية تتهم نظام بالتخطيط للهجوم المتوقع تحذيرات من أخطار اجتياح داعش لمدينة تدمر في عنوين الديار بري والمؤتمر الصحفي للعماد عون فرط الحكومة ممنوع واحتمال التعيين ضئيل عون أجل البيان رقم واحد حتى نهايات أيار داعش اجتاح معظم أحياء الرمادي ضابط عراقي لإرسال الحكومة التعزيزات وإلا سنذبح في الديار جالت مع مجاهدي المقاومة في المناطق المحررة في القرمون وطلعة موسى ننتقل إلى عنوين المستقبل طعن روحي وسياسي وشعبي بحكم العسكرية وعون يهدد بتفجير الحكومة ويتغضى عن متفجيرات سميحة الحريري يسأل عن كيفية استئناف إعدام الحسن عبوات الممانعة أوباما ملتزمون دعم حلفائنا في الخليج أما في البناء كام ديفيد أوباما يفرض تجاهل تسليح المعارضة السورية ورفض النصرة عون يلوح بالانتخابات النيابية قبل الرئاسية والجيش يدخل حرب القلمون اتساع المطالبة باستقالة ريفي يدفعه إلى استبدال حل المحكمة بتعديل قانونها الأسد تخلص من أسلحته الكيموية ومعارضه متورطون في انتهاكات أوباما الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا أما في عنوين اللواء التصلب العوني يترى نحو مخاوف مسيحية من إطالة عمر الشغور الرئاسي مسيرات في طرابلس منددة بحكم السميحة والمستقبل لعدم الخروج على القانون والجميل يتجه للتخلي عن رئاسة الكتائب التحالف يحذر الحوثيين من نفادي صبره إزاء خرقات الهدنة تيمور سيد المختارة بدءا من اليوم أما في عنوين البلد عون يمدد فترة السمح للحكومة والمعارك إلى جرود لبنان حلم العودة اشتباكات اليمن مستمرة والأمم المتحدة لاحترام الهدنة احتدام معارك الجيش وداعش في تدمر ننتقل إلى الجمهورية وفيها الجمهورية تنشر خلاصة الحكم الانتخابات النيابية قبل الرئاسية ليست قضية أشرف ريفي حكم السميحة يوقف محاكمة النظام السوري أما في عنوين الحياة لجان دفاعية وأمنية لدرس نشر شبكة صواريخ وأجهزة انذار مبكر وبحث معمق لدور حزب الله في المنطقة اجتماعات أمريكية خليجية لمتابعة قرارات القمة طهران تريد تكثيف المساعدات جوا وتوسط بوكدانوف الحوثيون يتجهلون تحذيرات التحالف لب دعوة الخليفة ونفذ أعدامات جماعية في الأنبار داعش يسيطر على وسط الرمادي نختم الصحف مع الشرق الأوسط وزير الخارجية السعودي توصلنا لتوافق سعودي أمريكي تام حيال قضايا المنطقة الجبير للشرق الأوسط تنسيق شامل مع واشنطن لمواجهة إيران وداعش أنباء عن مقتل القائد الميداني لميليشيات الحوثي متأثرا بإصابته في صنعاء مسؤول يمني خمسة إيرانيين يديرون المعارك في عدن كان في النشرة مشاهد سميحة تابع الاعترافات تتوالى سميحة يشعل طرابلس من خلف القطبان كان في الخاص هل نجت الضحية من صواريخ القيادة العامة؟ رئيس وزراء لوكسنبور عريسا مشاهدين هذا كان كل شيء في نشرتنا الصباحية شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء عند العاشرة والنصف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة